السيد الرئيس السيسي اسمحوا لي أن أشكركم بشدة على هذه المبادرة ولقراركم لاستضافة كل هذه الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كممثل عن الغرب بالطبع إن الكيان الاتحاد الأوروبي قد أنشئ عقب حربين عالميتين وإن الشجاعة والمسؤولية الدولية هي التي مكنتنا من إقامة هذا الكيان واسمحوا لي أن أقرأ لكم المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوروبي إن التضامن وحفظ السلام وحفظ حقوق الإنسان وخصوصا حقوق الطفل والالتزام الكامل للقانون الدولي وحقوق الدول في تقريب مصيرها كل هذا تضمن في المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوروبي وهذه هي الطريقة المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي أمام أي أزمة وهذا ما يجب أن نتبنى وهذا بالطبع ملهم لنا في ما يتعلق بموقفنا موقف الاتحاد الأوروبي حيال ما نراه ونشهده هذه الأيام إن الهجوم الإرهابية الذي قامت به حماس ضد إسرائيل وشعبها هو بالطبع نحن نشجبه وندينه للغاية ويجب أن نحشد كافة الجهود للوساطة في هذا الصراع ولكي نوقف هذا الصراع ويجب علينا بالطبع أن نسلك كل المسالك الممكنة لكي نحمي المدنيين وخصوصا الأطفال ونحن نؤكد بالطبع على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي لقد مكنتنا سيدي الرئيس من الاجتماع اليوم حول مائدة واحدة لكي نتنقش فيما يمكننا فعله أمام هذه الفئات المهمشة الضعيفة المستضعفة وأكد أنه يجب أن نكفل لهم حقهم في المساعدات الإنسانية الماء والوقود والغذاء والدواء وأعتقد أننا سوف من الضروري بالطبع أن نتعاون مع السلطات المصرية لكي نمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى هذه المساعدات وأود أن أؤكد أيضا على حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هذه هي مسؤولياتنا مسؤولياتنا أن نعمل بجهود متضافرة لكي نتجنب انتشار هذا الصراع أن نحتويه وأن نجد حلول مشتركة وأعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع والنقطة الثالثة التي أود أن أطرح عليكم أيها سيدات والسادة وهو ضرورة بذل كافة الجهود من أجل أن يكون هناك حل مستدام حل للدولتين وهي بالطبع المبادرة التي تمثلها معظم الدول هنا هذه المبادرة التي جمعت دول عدة كل الدول هنا يجب أن تدعم أيضا السلطة الفلسطينية التي تمثل التي تمثل التموحات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بالطبع نحن الآن في سياق يعاني فيه الفلسطينيون من صعوبات عدة ومعاناة جسيمة وانقسامات وتوترات ومسؤوليتنا كمجتمع دولي هو أن نتضافر ونحاول أن نرسي السلام والاستقرار في المنطقة وأن نتمسك بالطبع بهذه القيم وبإحترام القانون الدولي وأشكركم جميعا في نهاية كلمتي شكرا